هذا النمط الأخير في جهاز المينتيكور وهو نمط البحث عن الذهب الخام للناس اللي تبحث عن الذهب الخام ملاحظة صغيرة هذا الجهاز غير مصمم للبحث عن الذهب الخام لكن ما دام هو ملتي فريكنسي وموجودة فيه لكور فريكنسي أكثر من 20 وفيه موجودة 40 معناها ممكن نستخدمه للخام بس لازم تخلي بالك إذا تريد تستخدمه للخام لازم تركب له طبق صغير دائما خام نحتاج حساسية عالية بطبق صغير لما نستخدم هذا الطبق هذا الطبق يعتبر حجمه كبير جدا هذا الطبق بقياس 11 إنش فهذا غير مناسب للبحث عن الخام لأغلب القطاع صغيرة إذا تريد تجرب هذا الجهاز للخام لازم تأخذ الطبق اللي هو الطبق الصغير اللي هو ثمانية ضرب خمسة ونص على ما أعتقد ولكن حاليا ما متوفر ولكن إن شاء الله لأيام الجاية رح يكون متوفر بتجهز ملتي فريكنسي وهذا الشي خلي نقول يعني ممكن يكون طفرة جديدة في عالم أجهزة الباحث عن الذهب الخام بالVLF ولكن للحيم ما تجربت وإن شاء الله عن قريب أنا رح يجربها لو صارت طبق صار بيتنا وقدرنا نطلع مكان في خام رح يجربها إن نمطيكم التجربة ولكن بالنسبة لي ما أنصح خاصة بالأطباق الكبيرة تبحث عن الخام والشرح هذا لي ما هو جنرال بس جنرال وتقدر تعدل هنا حتى ما يتعدل هو جنرال هو مود واحد بس تقدر تغير بنظام البحث من العادي من 40 إلى 20 أو ملتي فريكنسي اللي هو ما تجي من هنا والله تايا هنا هياتها يا ما تختار 40 يا ما تختار 20 يا ما تختار ملتي فريكنسي أنا سويت تجربة صغيرة جربت على الملتي فريكنسي وجربت على الأربعين وكان أكو فرق بالعمق بالإير تيست اللي هو بالهوى ولكن أي تجربة بالهوى أو أي تجربة إنك أنت تدفن شي بيدك هذه التجربة ما لها علاقة بالواقع لا من قريب ولا من بعيد يعني ممكن جهاز يجيب لك عمق في الهوى عمق خيالي أو تدفنيت شغلة بيدك وجابها بعمق جيد هذا لا يعني أن الجهاز جيد أو سيء الميدان يا حميدان هو الفاصل لازم أنت إذا تريد تجرب أي جهاز لازم القطعة تكون ما ملموسها من بشر والقطعة تكون موجودة هي أساسا داخل الأرض ما ملعوب بيها حتى تأخذ النتيجة الحقيقية والنتيجة الصحيحة للجهاز أما أنك أنت جايب لخاتم أو جايب لقطعة وتدفنها فهذا الشي ما لعلاقة بالحقيقة علي قولتي نهائيا وشكرا شكرا شكرا شكرا